اشتركوا في القناة في بداية الكلمة من أين أبدأ يا معلمتي؟ من هنا من أعلى هكذا أبدأ من هنا ثم أنزل على السطر ثم أنشي هكذا هيا أكتب حرف الح في نهاية الكلمة أبدأ من هنا خط قصير ثم أنزل بنصف دائرة هكذا مرة أخرى أحسنتم يا صغار عندي لعبة جميلة هيا نلعب بها ما هذه الصورة؟ إنها حمامة أحسنتم أين أضع الحمامة يا صغاري؟ حمامة انظروا هنا إلى حرف الح هم في بداية الكلمة أم في نهاية الكلمة؟ أحسنتم في بداية الكلمة عنده ذراع عنده ذراع أين أضعه؟ هنا أم هنا؟ أحسنتم يا صغاري هنا هيا نضع عليه دائرة هذا حرف الحا في بداية الكلمة أحسنتم يا صغاري هيا نأخذ صورة أخرى ما هذا؟ إنه يفتح الباب إنه مفتاح مفتاح أين حرف الحا في بداية الكلمة أم في نهاية الكلمة؟ لا إنه يوجد في نهاية الكلمة منفصل هنا هنا أم هنا؟ لا نضع هنا مفتاح هيا نضع عليه دائرة جميلة مفتاح أحسنتم هذا حرف الحا معي صور جميلة جدا ما هذه؟ نذهب إليها في العطلة إنها حا ديقة حا ديقة أين حرف الحا؟ هنا أم هنا أم هنا؟ أين هو؟ في بداية الكلمة لونه أحمر حا ديقة هيا نضعه نضعه هنا عند الحا عندها ذراع؟ أم نضعه هنا عند الحا لا يوجد عندها ذراع؟ أحسنتم هنا عند الحا عندها ذراع أين حرف الحا؟ أين حرف الحا؟ هذا؟ لا هذا؟ لا إنه لونه أحمر حا حديقة حا حديقة حا حمامة أحسنتم يا صغاري ما هذا؟ إنه يعيش في الماء أحسنتم تمساح تمساح أين حرف الحا؟ في بداية الكلمة أم في نهاية الكلمة؟ أحسنتم في نهاية الكلمة أين أضعه؟ هنا أم هنا؟ لا يا معلمتي نضعه هنا في نهاية الكلمة ونضع عليه دائرة هكذا أين حرف الحا؟ هذا هيا نضع عليه دائرة إذن يا صغاري تعلمنا حرف الحا في أول الكلمة وحرف الحا في نهاية الكلمة أحسنتم أيضا يا صغاري هذا الإسبوع تعلمنا أصوات حرف الحا عليه فتحة ينطق حا افتح الفن قليلاً وصغيري حا حا أحسنتم حا 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 حلوة حا 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 حلوة أحسنتم حلوة حا حلوة أحسنتم يا صغاري عليه ضم ينطق أيضا ضم الفن قليلاً حو ضم الفن قليلاً يا صغيري حو عليه ضم هذه اسمها ضم حو حو أحسنتم حو حو حبوب حو حبوب حبوب أحسنتم حو حبوب تحته كسرى ينطق هيا ابتسم يا صغيري حي هذه اسمها كسرى حي مرة أخرى حي حي أحسنتم حي حيصان حي حيصان لا أسمع حي 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 حيصان أحسنتم هيا نردد ح حلوة ح حبوب حي حيصان أحسنتم يا صغار والآن يا صغيري حان دورك هيا نستمع إلى الصوت ثم نختار الحرف المناسب لهذا الصوت الصوت الأول هيا استمعوا أحسنتم إنه صوت بط بط تبدأ بحرف ماذا ب أحسنتم يا صغاري هيا نستمع إلى الصوت الثاني إنه صوت ماذا أحسنتم ثالب يبدأ بحرف ماذا ث ث ثالب أحسنتم يا صغيري ح ح ح حمامة أنتم حقا رائعون ولكن يا صغار هيا قم بعمل فيديو جميل وأنت تسقر هذه الأشياء في فيديو ثم رسله إلى المعلمة على القلاس دوجو حتى تحصل على نقاط كثيرة وأيضا تحصل على هذه الشهادة دمتم في أمان الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر